اشتركوا في القناة وقد جرى خلال اللقاء بحث سبول تعزيز التعاون المشرك بين البلدين الشقيقين لسيما في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني التي تحظى بالاهتمام الحكومي في كل البلدين كما شهد اللقاء استعراض وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني نتائج جهود المملكة في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين لسيما برامج الشراكة مع القطاع الخاص المتمثلة في برنامج التمويلات الإسكانية الذي يتاح تنوعا في الخيارات الإسكانية أمام المواطنين وكذلك برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يشهد نموا متسارعا على صعيد تنفيذ المشاريع المطروحة ضمن هذا البرنامج بالشركة مع شركات التطوير العقاري في المملكة وقد أكد الجانبان على همية مواصلة تبادل الخبرات والتجارب والمبادرات الإسكانية وتبادل الزيارات الفنية بما يثري الخطط والبرامج الإسكانية في كلا البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر